هذا وقد وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار سلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 521 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 142 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17 طن ونصف طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 124 طن ونصف طن كما تم ضبط أيضا 723 قضية في مجالي قضايا المخابز من بينها 240 قضية خبز نقص الوزن و176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 26 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 298 طن ترجمة نانسي قنقر